أهلاً وسهلاً بكم. للتسجيل، يرجى إدخال الاسم الأول باللغة العربية في الخانة المخصصة، ثم إدخال اسم العائلة باللغة العربية، ومن ثم البريد الإلكتروني. بعدها، يرجى إدخال كلمة الملور الخاصة بكم والتأكد منها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل. سيصلكم بريد إلكتروني لتفعيل حسابكم. يرجى الضغط على الرابط المرفق في الإيميل. عند ظهور هذه الشاشة، سيكون حسابكم قد تفعل. يرجى الضغط على نعم، ومن ثم الضغط على الصورة. يرجى قراءة إرشادات التقدم للجائزة، وعند الانتهاء من قراءتها، يرجى الضغط على زر التالي. لتعبئة معلومات الطلب، يرجى تعبئة الخنات التالية. اسم الأب اسم الجد الجنسية تاريخ الميلاد الجنس معلومات الاتصال والعنوان الدولة ثم المدينة ورقم هاتف الجوال الخاص بكم. ومن ثم الضغط على التالي. بعدها، ننتقل إلى صفحة معلومات عن المساهمة العلمية المقدمة للجائزة. يرجى اختيار الحقل والموضوع، ومن ثم تعبئة عدد البحوث المنشورة كباحث رئيسي، وعدد البحوث المنشورة كباحث مشارك، وتعبئة إذا ما كان يوجد كتب منشورة. يرجى الضغط على نعم، ومن ثم إرفاق صورة عن الكتاب المنشور. يرجى تعبئة نعم في حال الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإرفاق الرسائل. يرجى الضغط على نعم في حال تم مراجعات كتب. يرجى تعبئة نعم في حال عمل أوراق بحثية لمؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة وإرفاقهم. كما ويرجى الإجابة في حال الفوز بجوائز أخرى وإرفاق صورهم. يرجى الإجابة في حال وجود براءات اختراع. يرجى إدراج الـ H-Index الخاص بكم. يرجى إدراج الـ I-10 Index الخاص بكم. كما يرجى تعبئة نبذة عن المساهمة العلمية باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وإضافة المراجع وعدد الرجوع للبحث. ورفع الورقة البحثية على النظام. إذا كنتم بحاجة إلى إضافة أكثر من مرجع. يرجى الضغط على إضافة ومن ثم الضغط على التالي. بعدها يرجى تعبئة معلومات العمل الحالي. التخصص، اسم الجامعة أو المؤسسة، الكلية، القسم، المسمى الوظيفي، التخصص العام، التخصص الدقيق. ثم معلومات عن عنوان العمل الحالي. البلد، المدينة، البريد الإلكتروني. بعدها يرجى تعبئة المؤهلات والمعلومات الأكاديمية. درجة البكالوريوس، الجامعة، التخصص، البلد، وإرفاق صورة عن الشهادة وكذلك الأمر إذا دعت الحاجة لتعبئة الماجستير والدكتورة. يرجى تعبئة التوجهات البحثية في الخمس سنوات الأخيرة والرتبة العلمية. بعدها يرجى إضافة الخبرات العلمية، المسمى الوظيفي، الجهة، المؤسسة أو الجامعة، الفترة، مكان العمل البلد، وطبيعة العمل. والضغط على زر إضافة لإضافة خبرات عملية أخرى. ثم تعبئة الأعمال التطوعية إن وجدت، وإضافة تفاصيلها عبر الضغط على إضافة، ثم النقر على التالي. يرجى إضافة المرفقات. يمكنكم طباعة وتوقيع رسالة للترشيح عبر الضغط على بند الطباعة ومن ثم إرفاقها. ومن ثم إرفاق صورة عن جواز السفر والسيرة الذاتية ورسالة الاهتمام. وبعدها يرجو الإجابة على كيف عرفت عن الجائزة، ومن ثم إضغط بجانب أتعهد، ومن ثم يتم تقديم طلبكم بنجاح. شكراً لكم.